اهلا بحضراتكم كل فترة بنسمع عن اقتراب كوايكب وتهديده للارض لكن هل من الممكن استضام كوايكبات بالارض في الحقيقة بيؤكد علماء الفلك والمتخصصين ان استضام كوايكب بيضمر الحياة على كوكبنا الاخضر حدث نادر الحدوث لكنه غير مستبعد ولا مستحيل لسبب واحد وبسيط وهو انه حدث بالفعل من حوالي 66 مليون سنة وادى الى فناء الوجود والحياة على الارض واختفت خلالها الديناصرات كمان نقدر نقول ان الارض بتسجل كل يوم وممكن وكل ساعة سقوط جسيمات صغيرة من الفضاء ونظرا لخطورة استضام هذه الكوايكبات بالارض بتقوم وكالات الفضاء برصد دائم ومتواصل لكل حركة في الفضاء وبترائب كل جسم بيتحرج خارج الولاف الجوي وهناك الكثير من الحلول المطروحة لمواجهة اي استضام محتمل من بينها ارسال سواريخ ومخذفات في الفضاء لتفجير اي مذنب او كوايكب يهدد الحياة على كوكب الارض ولكن نظرا لخطورة استضام الكوايكبات بالارض اطلقت وكالة الفضاء الامريكية ناسا في نهاية العام الماضي مركبة فضائية في مهمة لاختبار التكنولوجيا لمعرفة مدى امكانية ابعاد كوايكب خطير عن مصاره الذي قد يصطدم بالكرة الارضية وبتعكف المجموعة القانونية الدولية للدفاع الكوكبي التابعة للامة المتحدة على درس التدابير التي ينبغي للمجتمع الدولي اتخاذها تحول دون خطر ارتضام كوايكب بكوكب الارض وبيتمثل دور هذه المجموعة في اتخاذ القرارات بشأن افضل مهمة علمية ممكنة لصد هذا الكوايكب وقامت جلسة النقاشات تحت رعاية الامم المتحدة بالتوازي مع مهمة دارت التجربية التابعة لوكالة الفضاء الامريكية ناسا واللي يتوقع ان تصطدم مركبتها بكوايكب في نهاية سبتمبر الجاري لتغيير مصاره المشافة على المجموعة الاممية اكدت ان الدفاع الكوكبي بيهدف الى معرفة ما يجب القيام به في حال وجود تهديد من كوايكب او مزنب اذا ما رصدنا جسما يزيد كتره عن خمسين متر مع احتمال استضامه بالارض يفوق واحد في المائة بنفعل عفوا عمل المجموعة الاستشادية لتخطيط المهمات الفضائية التي تمت الموافقة عليها من اللجنة العلمية لمجلس شؤون الفضاء التابعة للامم المتحدة والمشكلة من وكالات فضائية من دول مختلفة وكشفت المشرفة عن المجموعة القانونية الدولية للدفاع الكوكبي التابعة للامم المتحدة انه اذا كان قطر الكوايكب يفوق 300 متر يمكن في ذلك الوقت الحديث عن استضام قري اذا كان قطره يتخطى الكيلومتر فان الاستضام سيعني القضاء على 25% من الكائنات الحية على كوكب الارض وعن الاساليب اللي بينظر فيها يعني في حالة وجود تهديد من هذا النوع بتقول المشرفة ان الامر لن يكون بالطبع على طريق التفجير الكوايكب لان التسبب بمزيد من الحطام امر غير مستحسن ولكن سيكون من الممكن الاستضام به وصده خلال هذا الارتطام وهو ما ستعمل عليه وكالة ناسا ووكالة الفضاء الاوروبية على اختباره قريبا للتأكد من مدى فعالية هذا الامر وعليك كمان اذا كان الكوايكب كبير جدا او اذا ما بدأنا التصدي له في وقته المتأخر جدا من الممكن احداث انفجار شحنة نووية بجوار الكوايكب وبالتالي اذابت بعض السخورة التي قد تنفصل وتدفعه الى الجانب الاخر فرد فعل ويتم ابعاده عن الاستضام بكوكب الارض دي كل التفاصيل والبعلومات الخاصة باحتمالية استضام كويكبات بالكرة الارضية والسيناديوهات اللي تم وضعها من المختصين حول العالم للتعامل مع هذه الاشكالية اشكركم على حسن المتابعة والى اللقاء في تخطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابع